في هذا الحيز الصغير من ثرى صنعاء يرقد التبع اليماني الكبير وهنا انتهت واحدة من أعظم الحكايات بطلها الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي الذي ترك الحياة مغدورا في واحدة من أسوأ عملية القتل السياسي في التاريخ في مثل هذا اليوم 11 أكتوبر 1977 انطفأ النور الذي أضاء سماء اليمن بعد عهد طويل من الظلمة الإمامية وعهد من عدم الاستقرار في ظل الجمهورية رحل الرئيس الحمدي الذي أشاع الأمل في النفوس ورسخ فيها حب الدولة والجمهورية وأرسم دماك المواطنة وأطلق المبادرات الجمعية والتعاونية لنهضة لم تشهد اليمن مثلها من قبل موجز مقتل الحمدي وأخيه وكان له عهد مميز بالرخاء الثقافي والصف والمعيشي وكانت فترته الثلاثة السنوات مع المبارز في تاريخ اليمن المعاصر بعد ثلاثة أعوام فقط من حكم اليمن على رأس مجلس قيادة عسكري خلف الرئيس الشهيد تركة مشرفة من الإنجازات والعلاقات الدولية الجيدة بها وعلى أساسها تشكلت ملامح اليمن المعاصر انبثقت إرادة هذا القائد من إحساس عميق بحاجة اليمنين إلى دولة وطنية قوية وعادلة مستهرة وعقد النية لتحويلها إلى دولة مدنية ديمقراطية مثلما خطط إلى إعادة توعيد الوطن والتقت إرادته بإرادة لا تقل حماسا عبر عنها رئيس الشطر الثاني لليمن الشهيد سالم ربيع علي وعلى مشارف الوحدة لقي الزعيمان خالقهما شهيدين كان الرئيس الحمدي طموحا إلى حد لا يسعه ضيق المرحلة وخصوماتها وتجاذباتها وارتهان نخبتها السياسية الكبير لإرادة الخارج ثنائي القطب وكانت إرادته وحزمه وعزمه أثقل من أن تتحملها أنانية من اعتاد استثمار المناصب للجاه وإحراز المكاسب وتحويل الخدمة العامة إلى عبئ لا تطيقه إمكانية الناس كان يصنع المعجزات وسط هذا الكم من التحديات والتربصات وفتح في الجدار الصلب فتحة أشاع منها الضوء واتسعت نظرة الوطن من خلالها إلى محيطه واكتشف كم هو بحاجة إلى أن يمضي قدما على درب الحمدي قبل أن يفجع برحيله المبكر جدا تسعة وثلاثون عام مضت ولا يزال إبراهيم محمد الحمدي رئيسا متوجا يسكن قلوب الملايين من الذين عاصروا والذين ورثوا الحكايات الجميلة عن عهده المترع بالخيرات والبشائر والآمال لطالما ابتهجت تعز بهذا القائد وابتهج بها وهي اليوم تفتقده أكثر من أي مدينة أخرى وترنو كما هو كل اليمن إلى عهده ومعا تعز واليمن واصلان البحث في هذا الفضاء المشبع بالدخان وبالبارود عن نقطة ضوء تقودهما إلى الخلاص موسيقى